توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الصينية بكين للإعداد للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد في 30 من الشهر الجاري وعضحت وزارة الخارجية أن منتدى تعاون العربي الصيني يعد بمثابة إطار للحوار والتعاون بين الدول العربية والصين حيث تم توقيع على وثيقة تأسيسه في سبتمبر من عام 2004 بمقار جامعة الدول العربية في القاهرة إثر زيارة قام بها الرئيس الصيني أنذاك